تجدد الخلاف في محافظة التأميم بشأن منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ما يجعل إمكانية تشكيل مجلس محافظتها المعطل منذ ثمانية أشهر أمراً صعباً على الأقل في المدى القريب وأخفق مجلس التأميم بحسم الملف في جلسته الأولى التي عقدت في الحادي عشر من تموز الجاري بناءً على تدخل ودعوة من رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني إذ تقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة إلى حين استكمال الحوارات بشأن المناصب ومنذ تلك الجلسة لم تتمكن مكونات المحافظة من التوافق عضو في مجلس المحافظة قال إنه لا توجد أي بوادر فراجة لأن كل مكونات المحافظة تتصارع للحصول على منصب المحافظ مراقبون قالوا إن الحوارات بين القوى السياسية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا اتفاق على أي طرح مناسب مرجحين أن يكون هناك تدخل من السودان مرة أخرى بعد أن اتضح للجميع عقب الجلسة الأولى عدم قدرة مكونات التأميم على التوافق محذرين من انعكاسات سلبية على المحافظة سياسيا وأمنيا في حال عدم حسم الملف العضوة في مجلس محافظة التأميم عن الكتلة العربية سلوى أحمد قالت إن الكتلة قررت طرح ورقتها التفاوضية مع أي مفاوض ولكل القوى السياسية بغض النظر عن الطرف سواء كان الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني مشيرة إلى أن التناوب والتدوير بمنصب المحافظ سواء كان مع الاتحاد الوطني أو الديمقراطي أو التركمان أمر مسلم به ولكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى ولا تبدو أجواء الثقة متوفرة بين القوى السياسية في المحافظة إذ أكد رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالحي أن موقف التركمان ليس قريبا من العرب ولا مع الاتحاد الوطني وأنهم متوافقون مع الحزب الديمقراطي وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الديمقراطي على تدوير المناصب بشكل ثلاثي مبينا أن الاتفاق يشمل تداول خمسة مناصب رئيسة بين المكونات الثلاثة ما يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات للحفاظ على مستقبل التأميم الإداري والسياسي والأمني بحسب قوله وأفرزت الانتخابات الخاصة في مجلس محافظة التأميم مجلسا مكونا من 16 عضوا موزعين على 6 للعرب و7 للأكراد و2 للتركمان ومقعد واحد للمكون المسيحي ويفرض القانون انتخاب المحافظ الجديد بأغلبية مريحة بواقع نصف زائد واحد وهو ما لا يتوفر حالياً في خريطة توزيع مقاعد التأميم ترجمة نانسي قنقر